بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع ورد سورة الكهف والآية 39 من سورة الكهف ما زلنا مع حوار الكافر والمؤمن الكافر كان متعالي على صاحبه ومستكبر عليه وتعالى بماله وبملكه وبمستانه فعير هذا المؤمن وحدث حوار ما بينهم حوار ما بين المؤمن والكافر فكان آخر كلام كان مع هذا المؤمن حينما قال لكني أنا هو الله ربي سبحانه وتعالى ولا أشرك بربي أحدا سنبدأ نواجد النهاردة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله طبعا ولولا إذ بطلع لساني في الذال ما بقولش إس إس لأ ولولا إذ دخلتا لأ دخلتا لأ دخلتا ومحدش يقولي دخلتا دخلتا لأ يبقى خلتة إيه خلتة شعر خلتة ووش خلتة إيه يبقى مش دخلتا مش خلتة هي يبقى دخلتا دخلتا جنتك قلتا قلتا بين اللام دي قلتا ما شاء الله لا قوة إلا بالله خد بالك شايف ما شاء الله شايف كلمة ما شاء الله مكتوبة إزاي شايف ما شاء الله مكتوبة إزاي فاكرة في صورة البقرة لما قلنا وإن إن شاء الله لمهتدون إن شاء الله كانت مكتوبة كده في البقرة يبقى إن شاء الله أنا بكلم الناس اللي بيكتبولي إن شاء الله كده كده غلط يا جماعة الرسائل بتزعل الرسائل بتزعل والله والله يا ما حد بيبعت لحد رسالة أنا بزعل جدا ولما بشوف حد بقيت لرسالة كاتب لي كده إنشاءة كده هو ده خطأ نبهنا عليه في صورة البقرة بتتكتب إزاي زي ما تكتبت في المصحف التزمي كتابة المصحف لأنها ده صح إنشاءة دي من المشيئة لكن إنشاء يعني دي إيه من النشأة من النشأة إن حد أنشاء الله لا ولا عزو الله برضو ما شاء الله شوفي مكتوبة زي في المصحف آهي 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 بصي ما لوحدها وشاء لوحدها والله لوحدها آهي آهي ما شاء الله حتخساري إيه لو حطتي الألف ليه تحزف الألف وتكتبها لي كده ما شاء الله ده كده خطأ دي هتلاقيها في صورة القلم مما يقول إيه همازم مشاء هتنفسي مشاء بنميم هنا مشاء الله ده الحاشة لله عز وجل يبقى ما شاء الله في الكتابة دي خطأ دي إيه خطأ دي خطأ خي وحشة خي وحشة يبقى دي صح الله جميلة دي الله جميلة الله جميلة يبقى دي وحشة دي وحشة دي وحشة إن شاء كده وحشة دي إن شاء الله الله دي جميلة دي جميلة دي جميلة أحسنتي هنا فيه تنبيه بقى مهم ولولا إذ دخلت جنتك بيقوله ولولا لو أنت دخلت جنتك عجبتك الجنة بتاعتك وعجبتك الأنهار والزرع اللي فيها يا جماعة أحيانا الإنسان بيخش بيته بيخش بيته بيعجب بالبيت بيعجب بأولاده اللي في البيت بيعجب بترتيبه أحيانا الواحدة بتلاقيها روائت بيتها روائت قضيتها روائت دولابها تبقى فرحونة أول مبسوطة بدل ما تصور بقى وتنزل وتصور أول حاجة تقولها تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله يعني إيه ما شاء الله طبعا ما شاء الله كان ما شاء الله ثبت هذه ثبتت هذه النعمة ما شاء الله يعني ربنا سبحانه وتعالى إن شاء حيثبتها وإن شاء سبحانه وتعالى حيضمها يبقى ما شاء الله لا قوة إلا بالله أي لا قوة لأحد على فعل شيء أو تركه إلا بأقدار الله سبحانه وتعالى أنا ما أقدرش أعمل حاجة ولا أتركها إلا بإيه بأقدار الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم نبه في حديث إن الإنسان يشوف حاجة في نفسه أو ولدية تعجبه فليبرك يقول اللهم بارك اللهم بارك فأما شوف حاجة كده تعجبني كده هو في بيتي في نفسي في أولادي يقول ما شاء الله لك و ترى بالله أشوفت حاجة عند حد أقول ما شاء الله لك و ترى بالله اللهم بارك يبقى لابد ان انا ادعو له بالبركة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في معناه ان ادعو له بالبركة ان ربنا يبارك له واسأل الله عز وجل من فضله يبقى قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا بيعلمنا لما نشوف حاجة كويسة سواء في نفسي او في اي حد اصحابي او في اخت ليا في الله او في زميلة ليا سواء كان ست او راجل اللي بكلمهم اقول ايه ما شاء الله لكن اعود اقول ايه خبيتك انت جبت الحاجة دي منين انت جبتها امتى انت ايه ده لا ما ينفعش الكلام ده خالص مش كلام الناس المؤمنة مش كلام الناس اهل الكرآن ما يشوفوا حاجة تعجبهم يقولوا ايه ما شاء الله لانه محسد المال لاصحابه ده مثل يعني ده مثل ما يحسد المال لاصحابه فعلا وان النبي السلام قال ايه كل دي نعمة محسود كل دي نعمة محسود ان الواحد يبرك لان كل دي نعمة ايه محسود على هذه النعمة ما شاء الله لا قوة الا بالله ان تراني اه خلي بالك محدش يحطيلي في الننجي ان تراني لا ان تراني انا ان تراني انا بصي خلي بالك خلي بالك بصي للصفر المستطيل ده لما بقول انا بيتثبت الالف لما حاجي اوصل انا اقل يبقى هحزف الالف ان تراني اه تراني اه ما حاش يقول تراني ويثبت الياء الياء محزوفة هنا للتخفيف ياء المتكلم ان تراني انا اقل انا اقل منك مالا وولدا طيب احنا نكتفي بهذه الاية على اساس ان احنا ان شاء الله نلتزم بما فيها من تفخيم او ترقيق وفيما بما فيها من اثبات او حزف واسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم متاني بفكر ان كلمة ما شاء الله بتتكتب كده هو محدش يكتب ما شاء ميمشين على طول لا بتتكتب كده بتتكتب كده كده خطأ يعني يكفينا ان احنا نطلع بهذه المعلومة ويكفينا ان احنا نطلع ايضا بان احنا بناخد دعاء اهو تعلمنا دعاء عن الله عز وجل امرنا الله عز وجل به ان اذا رأينا ما يعجبنا في نفسنا في اولادنا في سماعة الفيديو عجبك قولي ما شاء الله لقوة بالله يا رب يزيدها من فضله يا رب علمها يا رب بارك فيها يا رب يرزقنا ورزقها الاخلاص والصدق ويبقى زي ما انا برضو لما اشوف حاجة حلوة فيك هقولك ما شاء الله اللهم بارك واسأل الله عز وجل يبارك فيكم ويبارك عليكم ويبارك لكم وطبتم وطابة ممشاكم وطابة سمعكم وطابة بصركم وطابة حياتكم كلها بالقرآن وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة